بحضور الشيخ عبدالله بن محمد القاسم مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة وعبدالله سبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة افتتحت الدائرة مسجد اليسر بمنطقة مويلحة تجارية بالقرب من مجمع المدارس وذلك بحضور المتبرعين ببناء المسجد وعدد من قاطني المنطقة ويتسع المسجد لخمسمائة وخمسة وخمسين مصليا ومصليا والشيدة وفق الطراز المعمارية الأندلسية حيث تزينت جدرانه الداخلية والخارجية بالزخارف والنقوش الأندلسية ويحوي منارة بارتفاع 29 مترا كما يضم المسجد المرافق الخدمية من الميضة ودورات المياه وسكن للإمام وهو مهيئ لصلاة الجمعة استجابة لحاجة قاطني المنطقة التي تشهد نهضة عمرانية متسارعة